ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع ضيفة اليوم ايها الاخوة والاخوات هي الاستاذة فاطمة باركر رئيسة جمعية الرضا عن الذات حياك الله استاذ فاطمة اهلا وسهلا بيك احلي جمعية الرضا عن الذات جمعية عالمية تسعى لتشجيع الرضا عن الذات والتصدي للتمييز والتفرقة ما هي فكرة هذه الجمعية كما قلت حضرتك انه هي نشجع فيها نحاول ان نشجع فيها كل العالم يعني نغير نظرة الموجودة حاليا للتفرقة او انه الحكم على الانسان باشياء مختلفة مثلا احنا في جمعيتنا نعنى بالشكل الخارجي بالطول بالقصر بالوزن الزائد كما يقال او النحافة الزائدة يعني انتم ضد التمييز بالنظر الى الشكل الى الشكل او تقييم الانسان على اساس انه شكل انه يصير كويس اذا كان طويل او سيء اذا كان قصير او سيء اذا هو سمين او جيد اذا هو مثلا نحيل مثل ما احنا نشوف الآن في عالم الموضة بانه كل ما تكون المرأة نحيلة فكل ما تكون جميلة وقيمتها كانسانة افضل من اي واحدة ثانية لو مهما كانت بدينة او حتى متوسطة الحجم طيب انتم ضد هذه الفكرة باتجاه الدعوة الى البدانة مثلا ابتان احنا لا ندعي ندعو الى البدانة لو كنا ندعو الى البدانة لكن اسمنا مثلا جمعية البدانة الرضاء عن البدانة مع انه في جمعيات موجودة في امريكا تسمى الرضاء عن البدانة وحقوق البدين انتم لا تهتمون بحقوق البدين؟ طبعا نهتم بحقوق كل الناس كيف تريدون للانسان ان يحقق الرضاء عن الذات؟ هل يحقق الرضاء عن الذات حتى لو كان بدينا مثلا؟ بالاخص اذا كان بدينا لانه الان في حرب ضروس معلنة. لو نرجع للتاريخ سنلقى أن الحرب هذه معلنة من تقريبا مئة سنة. ولكن تزداد دائما. كانت في أوجهة مثلا لو تشوف الصحافة البريطانية والأمريكية في 1933 و36 في مقالة كانت في أحد الصحف الأمريكية والبريطانية أيضا تقول نحن نعاني من أزمة بدانة. تطور قبل العالمية. أزمة بدانة بالنسبة لأن العالم يزداد تخنا وزنا فهذا في 1933 فما بالك بالآن. أنتم ضد مثلا المقالات التي تنشر وتتحدث عن خطورة البدانة. نحن لا نشعر ضدها لو تكون دراسات حقيقية ودراسات واقعية هل تتصور موضوعية. هل تتصور أن ما ينشر عن خطورة البدانة. عن أضرار السمنة غير حقيقي وغير موضوعي؟ الكثير والكثير فيه غير موضوعي وغير حقيقي. الخطورة وأثبتت العديد من الدراسات وأيضا في دراسات من 1944 نتكلم عليها بعدين. أثبتت العديد والعديد من الدراسات بأن القليل من الحزم الزائد غير ضار. بعض السمنة غيرها. بعض السمنة غيرها. البعض القليل كما تفضلت هنا. نعم. يعني معظم السمنة ضارة أيضا. لو تصل إلى الحد الأقصى. وأيضا النحافة ضارة أيضا لو تصل إلى الحد الأقصى. يعني الإنسان يجوّع نفسه إلى حد أنه يصل إلى مثلا أقل من 15% من وزن العادي أو وزن الطبيعي والإنسان الذي يصل إلى بدانة مفرطة بدانة مرضية. فهذا يعتبر خطر. ولكن الدراسات تفضل. لكن عفوا أستاذ فاطمة باركر رئيسة جمعية الرضا عن الذات العالمية. نعم. أنت تتحدثين عن بدانة مفرطة. نعم. وتتحدثين عن مقاييس غير منطقية توضع لجهة التمييز ضد البدانة. حتى من قبل بعض المتخصصين كما في موقعكم الإلكتروني. نعم. أنتم تنقلون مثلا عن بعض الجمعيات. مثلا نقلت دراسة لمعهد كوبارب في الولايات المتحدة. يرى أن هناك تحيزا ضد البدانة من قبل المهنيين الطبيين. نعم. هل مقاييس التخن الزايد التي استقر عليها العالم أنتم ضدها الآن؟ نحن ضد التمييز ككل وضد تشجيع وترويج وتمجيد الحجم الواحد وبالأخص النحافة؟ لأنه لما نمجد حجم واحد فمعناها يجب أن يكون الجميع على هذا الحجم وخاصة بالنسبة للمرأة في مقاييس الجمال هي مقاييس باربي إلى آخره. فلازم كل النساء تتماثل وتكون بهذا الشكل أو أنها غير جميلة. فهذا الشيء الذي نحن ضده ندعو لأن يكون هناك نوع من تقبل الاختلاف. هل تدعون أستاذ فاطمة باركر رئيس الجمعية الرضا عن الذات إلى عودة مقاييس السمن القديمة عندما كانت المرأة المليانة السمينة هي المرأة الأنموذج؟ ندعو لتقبل خلقة الله سبحانه وتعالى. استسمنا حينما تكون خلقة الله. حينما تكون من صناعة الإنسانية. هذا موضوع أيضا كبير جدا. لو تقبلنا نجري برنامجنا مش طويل ولا مستعجل نتعجل. الحين؟ الحمد لله. فإذن خلينا نجي بالتدريج. تفضل. لو تقبلنا على أساس أنه خلق الله الأشكال المختلفة. السمين الطويل القصير والمتوسط. ويعني عندك معروف في عالم الرياضة ثلاثة أنواع. في عندك الأكتومورف والأندومورف والأنزومورف. يعني النحيف النحيل جدا. الرجل عضلات والرجل المستدير يعني السمين. فهذه الصفات مختلفة وموجودة أساسا. لو ننظر الآن نجد أنه كلاياتنا ككبار عندنا تاريخ. كلاياتنا مررنا بتاريخ. والتاريخ ذاك كبالغين بعد أن يتشكل جسم الإنسان. مارين بتاريخ عصيب أنه كلاياتنا مشبعين بفكرة أنه البدانة تمرض. البدانة سيئة. البدانة تقتل الواحد أبل عمره. البدانة بشعة. البدين إنسان غير مرهوب في المجتمع. بعيدا عن أن البدانة بشعة. أليست البدانة تمرض؟ أليست البدانة قتل الواحدة؟ زي ما قلت لحضرتك. لو كان إنسان خلق الله على أساس أنه سمين. خلقنا الله بأشكال مختلفة. فلو الإنسان سمنا الذي خلقه الله عليها ترك كما هو تقبل الاختلاف. لا نرغم الناس أو نحط مقاييس. المقاييس الموجودة هذه عملتها صناعة التأمين. المقاييس قبل البيامي. البيامي بدأ في مؤشر الكتلة البدنية. فهذا المؤشر غيروه أيضا. وش فكرة مؤشر الكتلة المؤشر كمقياس. كمقياس أنه لا أحب أشرح فيه كثير لأنه لا نتفق معه. حتى لا أريد أن أي إنسان يشوفه في الإنترنت أو يسأل دكتور عنه. ولكن نرى أنه هذا المقياس غير سليم. لأنه لا يفرق بين الكتلة العضلية والكتلة الدهنية في جسم الإنسان. مثلا أرنود شوارتزنيجر الولي أو حاكم كاليفورنيا يعتبر عنده بدانة مفرطة بالنسبة لهذا المقياس. وتوم كروز وغيره من الممثلين العالميين. فيعتبر توم كروز بنظر إلى لا. توم كروز. عفوا. في فنان آخر يعمل غلاديايتر وغيره من الفناني الممثلين العالميين. فإذن لا يفرق بين الكتلة الدهنية والكتلة العضلية. على الاعتبار أنه يقسم بالنسبة للطول على الوزن المربع إلى آخر. على الوسط. أنت ذكرت أستاذة فاطمة في أحد المقابلات التي أجريت معك. أنك عندما كنت صغيرة كان وزنك ترجمة